اهلا بكم معكم مرة عادلة وفيديو جديد من سلسلة Learn English Through Movies اتعلم انجليزي من الافلام السلسلة اللي بنتعلم فيها ازاي نتكلم بطريقة ناتشل او طريقة طبيعية زي الاجانب بالظبط وما زلنا مع الفيلم الرائع The Pursuit of Happiness وهنتعلم منه النهاردة كلمات ونط وجرامر ومصطلحات وحكايا كتيرة جدا بس قبل اي حاجة لو انتش عامين سبسكرايب اعلموا سبسكرايب دلوقتي وفعلوا الجرس عشان نصليكم اي فيديو جديد ويلا بينا نبدأ تعالوا نسمع كده اول مقطع معنا بدون سبتايتل حاول تسمع وتعرف هم قالوا ايه بالظبط تعالوا بقى نسمع مرة كمان بالسبتايتل ونتأكد هل احنا سمعنا صح ولا لا فعلا هو قال good to see you again good to see you again هللاحز هنا ان هو ما قطعش الجملة ما قالش good to see you again لا هو لازق عمل حاجة اسمها good to see you again good to هتلاحزوا هنا كمان ان عندنا كلمة to بنختصرها بتبقى دي كده بتاعتها او الشكل الضعيف بتاعها انا ما بنيجي نتكلم بسرعة ما نقولش to فمنبدل حرف الاو او صوت الاو يعني بصوت ضعيف اسمه صوت الشواء اتكلمنا عليه قبل كده في فيديوهات السابقة تقدروا ترجعوا للفيديو ده لو عايزين تعرفوا عنه اكتر ولكن هنا حاول تخلي وضع بقك او فمك يعني في الوضع الطبيعي ت ت ولا تفتح ولا تضم ولا اي حاجة ت ت ت ت good to good to نفس الفكرة في كلمة you هنخليها ya ya يبقى good to see ya good to see ya كمان نفس الصوت ده موجود في كلمة again يبقى مش again لا again يبقى good to see again good to see again ردد ورايا good to see again تعالوا بقى ندخل على المقطع اللي بعده برضو هنسمعه اول مرة بدون السابتايتل هنسمعه كمان مرة بالسابتايتل هو هنا قال فهنا هتلاحظوا ان هو ما قالش I have وده contraction بيتقال على طول لما بيجي يقولوا I have يقولوا I have I have كلمة be نتكلمنا عليها قبل كده في الامريكان اكسنت بتبقى been I have been I have been I have been ننجي بقى الكلمة setting وده هنا الت جد between two vowels فبنخليها في الامريكان اكسنت حاجة اسمها يعني الت بنقلبها كأنها دي خفيفة فتبقى setting setting بدل setting تبقى setting والي ورايا كده setting كمان عندنا ال I N G يا جماعة نخلي بالنا ده American او British في الاتنين ما ينفعش تقول setting ما تقولش لان ال I N G ده صوت بيجي من المناخير اسمه nasal sound فصوته عام زي الغنة يبقى setting setting كلمة out there هتلاحظوا ان كلمة out بتنتهي بصوت الت وكلمة there بتبتدي الصوت الث فصعب بنحل انطقهم وربعة صعب تقول out there فبنعمل ايه من شيء صوت الت ونقول out there out there out there فتبقى الجملة على بعضها I have been sitting out there I have been sitting out there I have been sitting out there حقا تردد دراية I have been sitting out there I have been sitting out there I have been sitting out there بالتبقى الجملة بالكامل I have been sitting out there بالتبقى الجملة بالكامل for the last half hour I have been sitting out there for the last half hour for the last half hour برو تعالوا بها ندخل على المقطع اللي بعده ونسمعه برضو اول مرة بدون السبتايتل trying to come up with a story trying to come up with a story نسمعه كمان مرة بالسبتايتل trying to come up with a story هو هنا قال trying to come up with a story trying to come up with a story هتلاحظوا إلى كلمة trying trying ما قالش trying ليه بقى؟ لأن تي عندما يأتي وراء حرف R بتدي صوت شتر try try يعني مثلا نقول train tree مش ترين ولا تري لا train trying غالب بقى صوت الـ trying trying قلنا صوت كلمة two هتبقى trying to trying to come up كلمة come انتهت بصوت ساكن come م م م م ده ساكن هتقول لي الـ اقولك الـ كلمة up ابتدت بصوت فاول متحرك أ أ أ أب فهنعمل إيه؟ لما يكون عندنا كلمة وكلمة اللي وراها بتبتدي متحرك بنلزأهم في بعض تبقى come up ما تقولش come up؟ لا come up trying to come up trying to come up نفس الفكرة with a story consonant فتبقى with a story with a story خلي بالك طلع لسانك في صوت الـ the with a story with a story تبقى الجملة على بعضها trying to come up with a story ردد ورايا trying to come up with a story جيد يلا تعالوا بقى ندخل على المقطع اللي بعده وبردو نسمعه أول مرة بدون سبت ايدل have you already started learning on your own؟ سمعوا كمان مرة بالسبتايتل have you already started learning on your own؟ Have you already started learning on your own؟ هنا هو بيسأل فيول have you already started learning on your own؟ have you already started learning on your own؟ داسؤال معناه هل انت بدأت بالفعل التعلم بنفسك ولكن هو ما قطعوش كده قالوا بصرعة The already started learning in your own وتلاحظوا هنا كأن كلمة have مش مقبودة أصلا وده بسبب أن كلمة have لما بتيجي في أول السؤال بنختصرها وتبقى صوتها فقط فhave you تبقى Have you already The already طبعا وإن you تبقى The already Started learning قال لي ما أنا بصوت ال-ing Learning Learning وعا كان نلزأ On your own ده مصطلح معناية بنفسك On your own On your own Learning in your own Have you already started learning in your own رددوا رأي Have you already started learning in your own Have you already started learning in your own برو بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى يكون الفيديو عجبكو ياريت تكتبوا لي في الكومنس رأيكم وكمان تكتبوا لي اقتراحات أو أفلام عايزين تعلموا منها في الحلقات اللي جاية وكمان لو انتم شعبين سبسكرايب اعملوا سبسكرايب دلوقتي وفعالوا الجرس عشان يصلكوا أي فيديو جديد باي باي اشتركوا فيه